لليوم الثالث والأخير يواصل المصريون بالخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ويستمر التصويت من التاسع صباحا وحتى التاسع مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة الغرفة المركزية لعمليات متابعة الانتخابات أكدت أنها تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية مؤكدة انتظام وانضباط سيرها في الخارج كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي ويجري التصويت في 137 قنصلية وسفارة كمقار انتخابي في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكا للناخب هذا بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الألي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية مراقبون أشادوا بحرص الجالية المصرية في السفارات والقنصليات المصرية في الولايات المتحدة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري وحيث شهد اليوم الأول والثاني من الانتخابات مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء الجالية المصرية بالخارج منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صندوق الاقتراع شكرا شكرا